بني المسجد بين عامي 1740 و 1744 أثناء العهد العثماني وكان يقع في البداية في شمال شرق مركز مدينة شومن أثناء إنشائه ولكن مع التوسع العمراني الحديث أصبح المسجد الآن يقع جنوب غرب مركز مدينة شومن موسيقى 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 المساكد العديدين بلوثان ورؤون المسجدين وهمتم الإشعياء في المساكد Noah كلها و ثلاثة مساكد هذا المساكد يوم القول باستنانه سلاثة المساكد لهم السلام يوميا وديه ميزاق في هذه المدينة في هذه المدينة ميزاق في ذلك المدينة نمازك يتغلون ميزاق في ذلك الهدفة القديم من المفترضين وحتى تجاهدنا وضعنا أيضا كران كران كرسيزة وعقائنا وطلبة نعم trazى 20-30 تجاهدون وصوصنا على كلها الأجمال يح Studer يتعلمون على القرآن الكريم في هذا المسجد وفي المملكة في البلغاريا كلها في الوقت القرآن الكريم ويجب أن نتعلم عن القرآن ونحن نتعلم عن القرآن الكريم في السنة التي يتعلم عن القرآن الكريم وفي المملكة ومفتي وموظف يتعلم عن القرآن الكريم في البلغاريا كلها في الوقت القرآن الكريم يتعلم عن القرآن الكريم يتعلم عن القرآن الكريم في هذه المدينة في نفس المدينة ستة عشرة ألف مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد موسيقى تومبل وهو الاسم الشائع للمسجد وأتى هذا الاسم من شكل قبته مسجد الشريف خليل باشا المعروف محلياً باسم مسجد تومبل أحد مساجد مدينة شومن في بلغاريا وهو أكبر مساجد بلغاريا وأحد أكبر مساجد البلقان موسيقى لك موسيقى 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 اشتركوا في القناة